طب قولي بقى يا دكتور مهم طبعا انت شفت الحالات دي كتير نفسية الاب بقى طب عاملة ازاي اللي بيجي يشوف عياله وسط زي ما احنا كنا بنقول بقى وسط الجنينة دي ووسط حراسة ووسط الحاجات دي ايه بقى ست ايام في السنة في فترة الحضانة 14-15 سنة حاجات صادمة انا كنت عايزة الناس تسمع معنا القانون هتلاقي الاب اللي بيحب ولاده ونفسه يبقى معاهم شاف ولاده في الـ 15 سنة 3 شهور تخيل 3 شهور الموضوع صعب الموضوع صعب ولازم يكون فيه تعديلات في القانون ما انا مش يعود دي بأدب يعني خليهم خدهم انت الويك اند وانا خدهم ويك دايز في المدارس او اليام الاسبوع العادية بفرح جدا لما واحدة تتكلمني وتقول لي انا انفصلت عن جوزي بس علاقتي بيه محترمة جدا وولادي ولادنا عندنا يعني عنده شوية وعندي شوية وبينشارك بعضنا في كل اللحظات اللي تخصوا لدنا فلدرجة ان الولاد ما حسوش ان الاب والام منفصلين طبعا ده الاحترام اللي احنا بنقول عليه لكن قصة ان احنا نخش يعني فيه اطفال بيجي لهم كوابيس ومعرفوش لهم وبيجي لهم تبقوا لاراضي وبيجي لهم انهما وفيه اطفال بتنحرف وفيه اطفال بتخش في حوارات كتير جدا فيه اطفال بتدمن بتخش في الادمان فيه اطفال ما بيكونش ناقم لان وجود الاب هو القدوة والقيادة داخل البيت وقصوصا ان هو لو كان يبقى مش موجود في افنت او في مناسبة او في حفلة مدرسية والأولاد كلها جاي بأب بغاتهم ما فيه حتى كمان يعمل ايه يا حبيبي بيحسب ايه فيه حتى كمان يعني حتى كمان في القانون حتة لازم تتعدل الولاد تعليمية يعني الاب طالما موجود هو اللي بيدفع أصلا مصاريف مدرسة ولاده طبعا من حقه ان الولاد تعليمية ما تنتقلش هو اللي روح يتبحهم اه يطلع على مزاكرتهم ويشوفهم ويحسس الولاد ان هو موجود معهم في المدرسة ان هو بيجي بيتطمل عليهم هو الموضوع مش حرب الحرب دي بتيجي في النهاية على دماغ مين على دماغ الولاد ما هو الاب والأم كل واحد بيعيش حياته بالطريقة أصغر طفل جالك العيادة كان عنده كم سنة بيعني بسبب موضوع دي ست سبع سنين